اشتركوا في القناة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل ليصل بذلك عدد من يسعون لخوض هذا السباق إلى 12 مترشحا وقال صالح في كلمة متلفزة إن الاقتراع العام هو مصدر الشرعي الوحيد لأي سلطة وإن الانتخابات هي المخرج الوحيد لمنع تدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية إن الظروف التي تمر بها ليبيا تفرض علينا استجابة سريعة وحاسمة لمنع التدخل الخارجي وإهدار المال العام وسوء استعمال السلطة وقد أصبحت الفرصة السانحة بعد أن أصدر مجلس النواب القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولضمان وحدة الوطن وتجنبا لتفتيته وعودة الفوضى فقد أصبح الطريق واضح لتعبر بلادنا أزمتها الراهنة إلى أفاق العمل البناء والاستقرار بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع ليختار الشعب رئيس الدولة ومن يمثله في السلطة التشريعية والمجالس المحلية فالاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة تمكن حرس السواحل ليبيا من إنقاذ 191 مهاجر من عدة جنسية إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مططي وآخر خشبي وفور تلقي نداء استغاثة تم تحريك زورق تابعي لحرس السواحل من منطقة أوباري بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ وانتشال إلى عين البكان حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ وتم إنزال المهاجرين من قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم قالت وزارة الخارجية القطرية يوم أمس الأربعاء إن قطر ومصر وقاعة اتفاقية لتوريد وقود ومواد بناء أساسية لقطع غزة وأضفت في بيان أن وزير الدولة القطرية لشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي أعلن عن ذلك خلال اجتماع الوزاري للجنة لاتصال المتخصص لتنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين في العاصمة النرويجية أوسلو جاء في البيان أن المريخي أكد خلال الاجتماع أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية في القطع أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي في خطوة مفاجئة رفضه الاستجابة إلى دعوة للانتخابات تكملية وذلك على إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات بلدية تكملية وجزئية بهدف ملء مقاعد شاغرة في بعض البلديات وقال الحزب إن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس البلديات المعنية لا يعود نهائيا لأي داعا من الدواع الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة معتبرا أن الأمر يتعلق بشغور نشأ في حينه ليلة الانتخابات البلدية الأخيرة بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين بحسب نص البيانة واجه مشروع قانون تفويض الدفاع الأمريكي السنوي البالغ 768 مليار دولار عقبات بسبب قيام بعض أعضاء مجلس الشيوخ من مناورات حول القانون قبل التصويت عليه قريبا وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلس شومر إنه يريد أن يتضمن مشروع القانون إجراء أقره مجلس الشيوخ بشأن عدم سماحه باستخدام تفويض حرب العراق وقانون التنافس مع الصين ولكن من المتوقع أن تواجه بعض تغيراته المتصورة مقاومة من الجمهوريين الذين عارضوا تلك الإجراءات في الماضي اتهمت وزارة الخارجية الفلبينية خفر سواحل الصينيين بإطلاق قذائف ومدافع مائية على قوارب فلبينية كانت تنقل إمدادات لعسكريين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة بين البلدين وأعربت السلطة الفلبينية عن قضبها حيال الحادثة وقالت إن ما قامت به بيكين عمل غير شرعي وإنه لحسن الحظ لم يتسبب ذلك في خسائر بشرية أعلن التحالف العربي باليمن بقيادة الصعودية فجر اليوم تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية للحثيين في أربع محافظات يمنية وذلك بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبهى الدولي جنوب المملكة وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قال التحالف إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية وصفها بالمشروع استجابة للتهديد الباليستي والطائرات المسيرة مذيفا أن الضربات الجوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوفة نهاية الموجز نلتقي على رأس الساعة اشتركوا في القناة